موسيقى 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 حياكم الله في هذا الحلقة ان شاء الله اليوم بنتكلم عن كيف تختار الكاميرا المناسب لك خصوصا اذا رحت تريد تشتري كاميرا من تجديد في هذا المجال بعض النصايح يمكن تستفيد منها على اساس انك انت كيف تختار الكاميرا المناسب لك طبعا اول نصيحة انك لما تروح تشتري كاميرا ابدا لا تسمع كلام اللي يبيع كاميرا لان هذا يكون جالس يروج لكاميراته او نوع من الكاميرات اللي موجودة عنده يعني على سبيل مثلا اذا رحت بعض المحضلات اللي هي موجودة الالكترونيات بتحصل عندهم مجموعة كاميرات هذا الكاميرا انت تروح تشتري منها هو بيقترح لك كون ما داري مثلا عن اي نوع انت التصوير اللي انت تريده بكذا بيقترح لك اي كاميرا بيقول لك هذه الكاميرا زينة لما اجي تاخذها وتشتريها تكتشم انها الكاميرا مش مناسب لك طبعا في البداية انت لازم قبعا لا تروح تشتري الكاميرا لازم تعرف انت ايش النوع من التصوير اللي انت تريد تصورها على اساس ان تختار الكاميرا المناسب لك بغض النظر تروح تسمع كلام من وتشوفين نوعية الكاميرا من اي نوعية زينة كاميرا اي كاميرا اي كاميرا من هدولة ممكن ما تناسبك اللي انت حددت نوع التصوير اللي انت تريده كذا انت تختار الموضوع تقدر تختار نوع التصوير اللي انت تريده انت داخل تصوير فتوغرافي او داخل تصوير الفيديوهات طبعا لكل مجال له نوع من الكاميرات لكل مجال نوع من التصوير في الفيديوهات نفس الشي اه في نوعية كاميرات محددة مثلا على سبيل المثال قبل فترة جاني احد سألني قال لي اسامة انا شفت ريفيو عن كاميرا مالك على اليوتيوب باشتري نفسي طبعا اول سؤال سألته انت ليش تريدها بالكاميرا قال لي انا اسامة استخدمها لان يكون اصور بلوغات وهو اريدها نوعية البلوغات مالي بلوغات عن السفر على طول قطلة ان الكاميرا ما تناسك اذا انت بس حاب تصور فقط بلوغات لان سعر الكاميرا ما يقارب فوق الالفين ريال مع العدسات مال هاي انت تروح تدفع كاميرا سعر كاميرا قيمتها الفين ريال بلوغ فراحة السعر يكون خيالي قال لي انزين ايش تقترح اقترحت له نفس النوعية بس فئة ثانية اللي هي كانت جاية بعد لان انا استخدم قلت له هذا سعرها نص سعر الكاميرا اللي انا استخدمها يعني انت تقدر توفر فلوس نص سعرها اول حاجة ثاني شي تستفيد من الفلوس تستثمرهم في عدسات على سبيل المثال يعني انت تدفع لك مثلا كانت سعر السوني ا7C 700 ريال السي ا7S 3 فقط البودي ألف نص يعني انت تدفعت نص السعر تأخذ لك تستثمرهم الفلوس الباقية في اشياء ثانية تأخذ لك مايك تأخذ لك عدسات تأخذ لك ميوري يكون سريع ويناسب انك تصور بلوغات يعني الكاميرا الثانية ليس سيئة عشاء انك انت مثلا تروح تشتري لك مثلا ا7S 3 الرجال اقتنع الحمد لله ان اقتنع وراح اشتراء ا7S C وارتاح منها وحاول ان قبل على تشتريها انك تشوف عنها في اليوتيوب على اساس انك تقتنع منها اكثر يعني من ضمن الاشياء اللي يخليك تقتنع انك تشوف في ناس مثلا عملت فيديوهات عن هالكاميرات قبل على تروح تشتريها على اساس انك تختار نوعية هالكاميرا هذه هالكناسبك او لا يعني اذا انت شفت الكاميرا هذي مناسبة لك انت تقدر تروح تشتريها لكن انك انت مثلا تروح تشوف كاميرا فقط لانها مصورة لفلاني يستخدمها او انه مثلا شركة فلاني عرضت عنها وعملت لها ضقة وعملت لها انه هذا الكاميرا بتصور كذا فور كي بتصور مية وعشرون فريم و سلو موشن يعني يمكن ان انت فيها اشياء في هذيك الكاميرا يمكن ما تستخدمها وما تستفيد منها لانها يمكن تكون مش مناسبة لك هل ما يمن نفس النوعية التصوير اللي انت تريد تصور فيه كذا حرام تروح تدفع فلوسك على كاميرا وانت ما تستفيد من ميزاتها كامل يعني نصيحة انا في البدايات يعني اول ما بديت اصور كنت صراحة غلط اكثر عن غلطة اول غلطة اني رحت ابحث عن الكاميرات وكان عندي معين على الساس اني يكون اشتري فيه الكاميرا ما اريد اصرف على كاميرا او نبادي بداياتي اول بداياتي اصرف على الكاميرا ودفع لها مبالة كبيرة قلت اشوف عمري ان اي نوع انا حابد اختاره كان في عندي اكثر عن خيار كان عندي خيار سوني ويالاتي عن السوني كانت كان فيه نوعية كان تقريبا خمسة الاف ومية تقريبا كانت اصغر نوع حتى ما تصور وكان فيه خيار ثاني اني اخذ كانون جلست اسأل البيع هناك في المحل قلت له اين احسن جلس لما علي ذلك كانون وطبعا انا كنت توني بادي وما خاهم اساسا في الكاميرات ولا يقل استقرأ عن روديو بس فقط اني كنت بغى اشتري كاميرا على اساس اني كنت اريد اصور بلوقات وقلت ما اصرف على الكاميرا بمضالب كبير بعد ما اشتريت الكاميرا اكتشفت اني انا اساسا ان هذا الكاميرا لا تنسبني بعد فترة من التصوير تقريبا ستة شهور اكتشفت ان هالكاميرا لا تلبي احتياجي لنوعية التصوير اللي انا اريدها لان كان فيه شوية مشاكل في الفوكس والكاميرا عدساتها ليس منها سريعة وتعمل صوت فكذا اني اضطريت اني اعمل اعادة اعمل اعادة حساباتي اشوف كم المبلغ اللي انا اقدر اصرفه وايش النوعية الكاميرا اللي انا بختارها بعد طول بحث جلست ابحث عن الانترنت واشوف اش اليوتيوبر اللي استخدموها اش البلوغر اللي استخدموهم اه جلست اشوف المصورين في فيديوهات اي نوع يستخدمون الكاميراات اه توصلت لني اه الخيارات انت تكون عندي اه سوني في كذا اني انا لازم اشوف نوعية السوني نفس الشي اي نوع من السوني اللي تناسبني جلست نفس الشي ابحث لحد ما حصلت اي سابن ار تو وكان فيه A7R A7S2 كان محتار ما بين هالثنتين اني انا اصور بلوقات وصور فيديوهات باحترافية لكن محتاج اني اكون في عندي صور التوثيق للرحلات والاشياء حاب يكون في عندي جودة في الصور استبعت ال A7S2 لأنها 12 ميجر اكسل وكان عندي الخيار الثاني اللي اني اختار في A7R2 لان كان A7R2 كان حكم صور 42 ميجر اكسل وهذا كان جودة عالية في الصور ونفس الشيء في الفيديوهات اتصور لك 4K زائد 120 فريم او 100 فريم اللي نحن نستخدمه يعني في مجال انك تاخذها سلو موشن لكن قيت شوية ابحث كان في عندي مشاكل انه العدسات لهذا الكاميرا مش متوفرة كثير زايد انها غالف يعني بعكس انه كان في الكنن كنت في الكنن كنت استخدم اذا تشتري الكنن في عندك مجالات خيارات اكثر عن السوني هذا الكلام تقريبا قبل الاربع سنوات ومعظم الشركات الثانية اللي هي مثلا الخيارات الثانية ما موجودة في عمان يعني اذا كنت تريد ان تسأل عن الساميونج او تامرون او ركوون هذا لكن مكان من توفرات للسوني في هذا الوقت في عمان لازم تطلبها اونلاين عن طريق احد الشركات خارج السلطنة فكذا كان عندي محتار شوية فيه كان نوع من حيرة لكن اتخذ قرار اني خلاص لازم اخذ الكاميرا اخذت الكاميرا اشتريت اول كاميرا هي 7R2 وخذيت العدسة كبداية انصاص انه كان فيه العدسة اللي هي ال 24 و 105 بعدها ما وصل عمان وكانت تقريبا يحتاج لها وقت لان ذي كذلك الوقت كانت تدشينها ومحتاجة فترة لحد ما توصلها فكذا كان الخيار اني اخذ لي ساميونج 35 2.8 على اساس اني امشي فيها التصوير لحد ما احصل عدسة مناسبة للسوني وكنت اتلبي احتياجاتي فكذا اتخذ قرار اني خلاص اني شتريت العدسة وشتريت الكاميرا وبدأت تصور حسيت انه فيه فرق اساسا في جودة التصوير ما بين الكاميرا السابقة والكاميرا الحالية او هذا خلق لي نقلة نوعية من التصوير لانه كنت انا صراحة في التصوير السابق كنت اشوف انه في عندي مشاكل في الفوكس وكان في عندي جودة مش يعني جودة اللون او جودة التصوير ما ليه هناك من المشي حالك فكذا قررت اني لما انتقل خلاص اني بدأ اصور فوركي او اني اشوف الالوان اعدل فيك نوعية التصوير فكذا انا اتخذ قرار صعب في المرحلة الثانية وهذا كان بعد مرحلة الصادقة ذلك في هذا القصة على مثل انك انت لما تريد تصور تختار نوعية الكاميرا المناسبة لك دائما يعني لا تسمع كلام اي حد ولا تصير مثلا على كلامي ان لاني انا اصور مثل سوني او ان مثلا في فلان مصور الفلان يصور استخدم كنن على اساس انه هو من عشاق كنن او مستخدمين كنن او مثلا تصير عندي انا مثلا تقول لي والله وسامي يصور بالسوني اروح اقل مثلا لا انت شوف ايش الكاميرا اللي تلبي احتياجك واختار واختار نوعية الكاميرا يعني مشارك والله تختار لك سوني او تختار لك كنن لان الحين المجال الحين فيه منافسة قضية ما بين الكاميرات وهذا يخلط لك حيرة ما بين الشركات التصوير ودائما يخليك تختار اي نوع تاخذ على فكرة يعني هذا لما يكون اختيارك لما تكون تختار نوعية الشركة من البداية خلاص هذا يكون يعني تمشي معاك يعني مثلا اذا اخترت الكنن خلاص انت بتمشي على سلسلة الكنن يعني ما بتروح تاخذ لك كنن على شوية سوني تنوع لانه بكذا بتصرف فلوس على عدسات لابد تختار ما بين الكاميرتين على اساس انك تلتقل ما بين الكاميرتين لا بتلبح اتياج الكاميرتين وكذا بتصرف فلوس على العدسات وتصرف فلوس على المموريات لانه حتى المموريات اساسا ما بين الكاميرات فيه نوعيات تختلف ما كل الكاميرات نفس المموري ما كل الكاميرات نفس العدسات فكذا انت بتكون عندك مشاقات حيرة ما بين كاميرتين او شي منهم بعضهم ما عرفت ان في عندهم حلول انهم يخذوا لك ذابتر الاذابتر ما يعطيك سرعها عالية فكذا انك انت مشتري كاميرا ما بكل سرعة تي فوكس ما لهذا هذا من ضمن نصايح ان اذا بغيت تتخذ قرار انك تشتري كاميرا خصوصا انك توك بادي لازم تشوف تقرأ وتبحث قبل على تروح تشتري ثاني شي لمسألة انها مثلا نعيط التصوير انت مركز على اساس اني انا اصور فور كي وهذا يعني بعضهم ثاني يسألني ليش انت تصور فور كي انها اساسا ما حد يشوف مثلا على اليوتيوب فور كي يعطيك الجودة عالية حتى لو مثلا ما تنزل في اليوتيوب فور كي انت تقدر تنزل في الجودة مالة لله دي لكن انت عندك اساسا في المونتايك فور كي يعني تقدر تعمل زوم تقدر تعدل تقدر تعمل القطع تقدر ممكن تاخذ حتى من الفور كي من الفيديو تاخد صور جودة عالية وهذا يعني لازم تعمل الحسابة فيه انك انما لما تبحث عن كاميرا لازم تكون شوية جودتها في التصوير عالية يعني لا تركز على الكاميرات اللي هي جودتها رديئة وهذا يعني مثلا العشاق مثلا الفيديوهات لا محتاج انك انت مثلا تصور ب سوني اس 3 او الكنن اللي هي الار 5 في عندك الكاميرات اقل نفس الشيء وتصور بمئة وعشرين فرين نفس الشيء بسعر مناسب مثلا عندك بالسوني مثلا اللي هي الار 6600 هذي نفس الشيء مناسبة صح انها السنزر معها صغير اللي هو الكروب لكنها مناسبة في عندك اللي هي زي في ون نفس الشيء هذي مناسبة للبلوغرز وكاميرا يعني يعني عملوا فيها ناس فيديوهات حلوة زايد ان في نفس الشيء الحين سونيك تطرحت الكاميرا اللي هي زي في هذا نفس الشيء عندك بالكانان اللي هي الام 50 هذي نفس الشيء كاميرا مناسبة يعني لاذا تحب تصور بلوغات يعني ما مشرف انك تختار كاميرا يعني غالية على اساس انك ما تصور فلوس فلوس انك انت توبك بادي اسرب على هالكاميرات صغيرة وابدى فيها لحد ما تشوف عمرك انت وين وصلك وبعدها يعني تقدر تستثمر فلوس على الكاميرات اقوى عنها عملي عندك وتحتفظ الكاميرا القديمة يعني انا محتفظ بالكاميرا هذه تقريبا عند الحين صار لي عندي اربع سنوات لما شتريت تركت الكاميرا القديمة القديمة موجودة معي ارسس اني استغلها في مجال الصور لان اي سابن استريت تجي فتنا عشر ميجاباكسل وهذه اه تجي الاثنين واربعين ميجاباكسل يعني في فرقة الباكسلات اذا بغيت تكون عندي صور جودة عالية فكذا انا استثمرت في القطاع الكاميرات بشكل صحيح يعني ما جلست على طول مثلا انا توجد مبادي على طول دخلت في المجال ويلا قلت خلا بروح اشتري كاميرا وستبحث في السوق قلت يلا بشتري اي 7s 3 او مثلا الكنون ار 5 سعرها الوحدة مع الالسات ان تصل لفوق الالفين مريض يعني هذا فلوس تبري استثمار في كذا يعني نصيحة حالكم لا تتسرع تتخذ قرار حاول تبحث حاول تتريف حاول تشوف تقرأ تشوف واش نعيد تصويرين تريده لا تصير على اي حد ينصحك بكاميرا يقول لك خذ هذه لانها تصور وتصور لا تصير على كذا شوف نعيد تصوير ان انت تريده ممكن انت ما تحتاج اساسا تصور سلو موشن يعني مثلا تصور سلو موشن مئتين واربعين بعض الكاميرات عندك تصور اساسا في هذا ال مئتين واربعين فريم عندك حتى التلفون نفس الشي يقدر تتصور فيه بهذا الفريمات يعني لا تروح على اي حد دايما حاول انك انت تقرأ حاول تبحث حاول تشوف نوع تصويرين كتريدة حاول انك انت تقرأ ربيوهات تشوف ناس وكيف تصور تشوف واش اللي عملت بهذا الكاميرات على اساس انك انت تحدد الكاميرا هذه تناسبك اولا ودايما يعني دايما خلي في بالك انه دايما جايبك هو اللي يشكم في نوعية تصويرك يعني اذا انت مثلا عندك لثلاثمئة ريال تشوف لك كاميرا على قدك وتاخذها ما شرط انك انت والله هيتبدا في اليوتيوب ما شرط انك تبدأ في اليوتيوب بكاميرا غالية وتروح تخسر فلوس وتصرف 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 على اساس انك بعدك انت مطي عندك مدخول من هذا الكاميرا دايما اللي يبدأ في اليوتيوب يمكن يبدأ لك بالتلفون مشروط يبدأ لك بكاميرا ودائما حكم عقلك وحكم فلوسك وتستثمر بطريقة صحيحة هذا كانت بعض النصايح هذا كانت المعلومات اللي حابة شاركتم فيها يمكن تستفيدوا منها في المستقبل اذا حبيت تشتري كاميرا اعرف ان بعضكم ما اخذ كاميرات بشكل احترافي ويعني عندهم كاميرات احترافية وغالية لكن في بعضكم يعني مثل الحين بادي وحبي يبحث عن كاميرا مناسبة دايما لما تريد تختار كاميرا تختارها على اساس انت حاب هذه الكاميرا وعارف من ذاتها ودائما اتخذ قرارك بنفسك ما تخلي حد غيرك يؤثر على قرارك على اساس انه هو فاهم دايما نخليك انت الفاهم وان شاء الله تكون عندكم كاميرات خلوة ونشوف تصويتكم وذكروا لي في التعليقات اول كاميرا اشتريتها اذا كنت مشتري كاميرا في الاساس واذا ما كنت مشتري اعطيني اي كاميرا حاب تشتريها في المستقبل ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية ونشوفكم على خير لا يا ثريت حDr. ان تحervة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة